شباب اهلا بيك وارتاكم صبيت واهلا بيك وارتاكم في فيديو جديد وفي حلقة جديدة يا شباب من السلسائر وحشاتنا كلنا وهي تقييم الاسلحة في تيراريا. وعملت شباب الفيديو ده مخصوص جدا لان بعد ما حارب في سلسلة التانية اللي هي جلد البصات لو انت لسه ما سمعتها ايش بتعملي دلوقتي اروح على الوصف هتلاقي السلسلة موجودة اروح اسمعها. لك لما كنت بلعب كلاس ميش لقيت سلاح فعلا قوته لا تضاهي اي سلاح تاني. كوة ما بعدها قوة يا شباب. وهي السلاح ده يا شباب انا مكنتش عرف ان هو قوي اول الدرجات دي. انا استعملته مرة او مرتين في اول مرة عبت فيها لكن ما اعتقدش ان هو يكون بالقوة دي خالص. ما عمشت ازا كان هم اغيروا فيها حاجة او لا في اخر لكن السلاح قوي قوي جدا. في دلوقتي شباب اول حاجة محتاجين لكم بنعرفها مبعد ازاي ممكن نجيب السلاح ده. اول حاجة محتاجين انكم بنعملها ان احنا نكون بنغلب ابلانتيرا. عاش جدا بعد كده شباب نكون بنرزبن عن طريق ميداليان. بنرزبنكو ده ونبتدي نجلدهم مع بعض. نعمل كده هو بسلاح بتاعنا. ايب اسمه ايه سلاح ده اه انا فيت وزدوم. عملت عفقة تحقييم على السلاح ده يا شباب. السلاح ده ممتاز لايفنتات. ممتاز لايفنتات. واحنا عاوزين بصوا بس معين من الايفنت ده. وهو يا شباب اكيد. ان السلاح ده بيقع من نفسه او البوص نفسه. بوص ده تقريبا بيترازبن في الويف كامل. وبيترازبن يا شباب في ويف عشرة. بيترازبن في ويف عشرة. خليبها لكم. لان برضو ده بوص مش سهل. دمه تلاتة واربعين الف. يعني برضو دمه كبير. ويدر بيته تقيلة حبتين دايرة. خليبها لكم بس من المنجل بتاعه. لان لسه مضروب منه دلوقتي. واعمل في صورة دايرة وما تقلقش عليه. عايش دلوقتي شباب واعلن ايه يا طارى واعلن ايه? افتح ده كده. يب ما اعلنش السلاح. ليه ما اعلنش السلاح? لان شباب نسبة السلاح ده انها تقع من البوص ده بكل بساطة من ستة في المية لاتناشر في المية على حسب الويف بتاعتك. واحد تاني اهو. واحد تاني اهو. جميل. طيب بس كل يوم حاضرتك. تعالة كل يوم. تعالة كل يوم. واعلنا حاجة. واعلنا الجاكو لانترن. عم مش لا زيز اولي الدرجاتي. واحد تاني اهو. واحد تاني اهو. موت يا باشا. موت موت. اخلاص وموت. ياب واعلنا حاجة. واعلنات الانين. لا يا شباب بالاسف ما جابلنش السلاح. هنشوف نقعد لحد الكامع ما اكبر من نجيب السلاح ده. واحد تاني اهو. ياب لست. او واحد جليد اهو. واحد جليد اهو. اهو. مات يا طارى واعلنا السلاح. لا. اوكي ومالوا اتنين مع بعض ومالوا بس نقتي الاول بس كده يا باشا نقتي الاول يا طرى واعلن حاجة لا او صحيح مكنت تستعمل يا شباب لو انت خلصت بلانتين مكنت تستعمل عشان كنت لسه بستعمل فبدلتوا بس بكتور ويلا بينا واحد مات فيهم يا طرى واعلن حاجة لا اهي يا شباب اخيرا جبت البات سابتور اوه احنا في ويف عشرين اساسا احنا في ويف عشرين انا موقف الوقت عشان هشوف بس هيخد كم ويف واشوف حظي هيبقى دي عشان قدر يكون بجيب السلاح ده الحمد للشاء وجبناه حلاوة السلاح ده في بتاعه حلاوة السلاح ده في بتاعه هو والارمر ده السلاح ده يا شباب ممتاز بالارمر بتاع الاسبكتور لانت عندك حكتين في الاسبكتور عندك الهود وعندك الماسك ده بيزود لك الدامج لكن الهود ده بيعمل لك هيل فطبيعا انا كنت بقول لكم ازي برضو تعملوا ده كله لكن بس خين اجلد لكم دلوقتي البامكنز دول بنفس السلاح بتاعهم كبالكو السلاح ده من اقوى اسلحنا جربتها في المرحلة دي بعد ما تغلب بلانتيرة ودلوقتي شباب زم انتم بتعودين لازم نروح عند تنكر ونكون بنجيب بتاعنا نحطه هنا نكون بنعمله على اخيرا يا شباب ده بيعمل ايه اولا بيديك ستتاشر في مية دامج تمانية في مية سبريت خمسة في مية سبعتاشر في مية بنقص لك الماناكوس وبيزود لك خمستاشر في مية نوكباك نركز بلا شباب مع بعض في موضوع الدامج قد وقت روحت الارمور بتاعي بتاع الصيد ما فيوش اي اكسر وليق الدامج تعاني نشوف الدي بي اس بتاعنا ممكن يوصل لكامل حاليا في السبعة مية طبعا سبعة مية دي بالنسبة لبعد بلانتيرة قليلة جدا حتى لو انت وزعتهم كده ممكن بكتير يوصل لك تمنمية تسعمية بالكتير قوي لكن تعب اعلمكم ازاي ممكن تعملوا يفيدكم جدا بالسلاح ده وهو شباب عشان لو شباب نعمل محتاجين الاكتوب لازم وده بتجيبه من المبات لما تغلبها في الدونجن بعد ما تغلب البلانتيرة ومحتاجين اكتوب لازم طب هنكون بنيجي عند الفرن بتاعنا وهنكون بندمجهم مع بعض عشان نكون بنعمل كل اتنين بار بيحتاج منك اتنين بار مع واحدة اكتوب لازم فتعاك يا شباب نعمل مع بعض كل اكتوب لازم دي ونيجي عند الانفل ونعمل بقى بتاعنا الشباب هو مختص بالميج بس على عكس بقى اللي هي فيه ممكن يديك ايه ميلي سامن ميج رينج على حسب الهيت جير بتاعته لكن هنا لأ هنا اتا كل ده مختص بالميج بس مختص تعاوز تلعب ازاي بالنسبة للميج يعني مسلا هنكون بنعمل الماس وهنكون بنعمل الهود بضافة للروب والبانت للوقتي لو انت البست ده مع ده مع ده تعا بس هوريكو اللي لا يحصل هلبس البانت مع الروب مع الهود فده بكل بساطة ليجو ماجيكو دامج باربيعين في مية هيقليك الماجيكو Magnum باك باربيعين في مية لكن كل الدربة هتضربها هتهي لك انت فاطبيعة دي ممتازة لو انت دمك قلي تروح اعطال لمبادل له ده لو انا بدلت الهود بالماسك بقى بيعمله اولا بيزود لك المانا بستين يعني هنا شايفين المانا دي بيزود لكم مستين بدا مائتين بعمتين وستين ده اولا بالاضافة هيقليك استخدامكienen منike بنسبة تلاتة اشهر في مية. بالاضافة ان هيكون بيدمج كل حاجة حواليه. فطبيعة لو انت بتاع بتعمل على طول البس الماسك. ما تبدلش الماسك بالهود غير لوان تحتك تدك تهيل نفسك. ودلوقتي شبابة بتاعي اقول لكم احسن اكسسوري بالنسبة اللي دايما هتكون بتستعملهم. اولا هتكون بتجيب مانا بوشن ونيتشور جيفت. دي بتلاقيها في الجنجل. تيجي عند وتكون بتتحدث مع بعض وتكون بتعمل المانا فلاور. واقل ما تجيب اللي بتقع لك من المباتل موجودة في الهارد مود هتكون بتدمج مع وتكون بتعمل اي امبلم مع خمسة من وتكون بتعمل افنجر امبلم. بال افنجر امبلم ومع هتكون بتعمل دول يا شباب افضل اكسسوري موجودين بالنسبة لكلاس الميش. طبيعي بالاضافة لديستروي امبلم. المنسنج امبلم. وحتى لو انت يعني غلبت الجولم. والطبع ما تنساش تكون بتخليهم ومنسنج مانا كلاو. وطبع شبابة ممكن تبدأ للسلسلسل شيل بسورس الامبلم عشان يكون يزود لك اخص يعني بالنسبة للماجيك دامج. نرجع بقى ونشوف الدامج. حاليا في الفين الفين وربعمية لو انا وازل ساعة كده اهو. ده يا شباب الفين وربعمية اخيك دخلي بالكو. من غير البونس من بتاع لما يكون شغال. فدي حاجة جميلة جدا. انت ضعفت الدامج كم مرة مرتين تلاتة. فبنزل يا شاب لي السيد بتاع الكامل. اولا هنكون بالمس بالماس. وكل اكسر بتاعتي. اولا افضل من احنا نجرب الكلام ده على بصف فعل يا شباب. يلا بينا على الجولم باشا. الجولم بطبيعته من البصات الموجودة في الهولمود كلها. فتعالا نشوف هنقدر نغلبه في قد ايه. شايفين القوة دي فكرة شباب الارمور ده. الارمور ده طالما انت لابس الماسك ده هيخليك تكون بتعمل دمش في الكل اللي حواليك. لكن لو عاوس تكون بتاهمل نفسك بكل بساطة حول من الهود. دي حلاوة شباب الارمور ده. انا بعش ارمودة عشان كده. فبكل بساطة احنا ما كملناش اولا لسه بتتكلم معاكم ونص دم الجولم انتهى. وغير كده يا شباب حاجات مهمة جدة بالنسبة السلاح ده ان الخفافيش بتعمل على مش بحاجة تعمل اي حاجة انت. هي هتكون بتروح اطول وتكون بتغلب البوصل واحدها. متغير ما تحتاج انت اتناشن قوي حاجة. واي دي شباب الجولم. كمل معنا حاجة? لكن ده برضو ما يثبتش حاجة. انا عاوز اكون باجرب البلانتيرا. لان فعلا لو انتم مش عارفين ان البلانتيرا حرفيا قصع من الجولم. الجولم سهل جدا. نفتاح نشوف البلانتيرا ممكن نعرف بيها ايه بقى. مسلا اهو انا دم يقلف اروح اعمليه البس الهود واعمل كده هو. فبصوا. دلوقتي انا بهيل نفسي. مجرد بس ما هي النفسي اروح اعمليه ارجع للمسك تاني بكل بساطة. بعد كده نرجع للمسك ومع السلامة يا بلانتيرا. مع السلامة يا بلانتيرا. لو حشينا. لك هشبنا داشت ننسى حبيب الكل وحبيب الملايين الدوك فشرون باشا. منور يا باشا اطلع. تعالي بقى. تعالي. بص موضوع بسيط جدا. اعمل دوج في صور الدايرة مع دوك فشرون بالزات. وتعالي يمين وتعالي شمال. وخفافيش هي اللي هتكون بتدلعه. فموضوع بسيط جدا. من اسهل الاسلحة اللي تكون بتحاري بها دوك فشرون اساسا البات سيبتر ده. باضافة شباب ان في حاجة اسمه الواس بجان. هتكون بعل برضو عنه فيديو قريب. ده عبارة برضو زي بات سيبتر. بس بيقع من البلانتيرا. فكده كده السلاحين بعد البلانتيرا. سواء ده او الواس بجان. بس واس بجان لي ميزة اكتر. انك ممكن تعمل به دامج اعلى بالاكسيري بتاعت النحل. لكن بشكل او اخر اه دي دوك فشرون. من او ري باشا. من او ري برينز. بص دمه. بص دمه بيتنسف ازاي? دمه بيتنسف. حرفيا دمه بيتنسف. دلوقتي هيكون بيعمل الداش بتاعته. ادي كده هيعمل داش مرتين. اياه بعد كده هيعمل داشت مرات. واحد اه اتنين ثلاثة بعد كده هيعمل داش مرة. اهو. بقى كده هيختفي ويمكن داشت مرتين. ومات. مع السلامة حضرتك. لكن الصراحة انا مش شايف اي مانا ان احنا منكونش بنجرم الوضع ده على دارك كولتست او اللونوتي كولتست. لان برضو ده يعتبر اخر بص قبل المونلورد. فتعلى كده يا باشا. تعلى كده يا باشا. منور منور. نروح بقى على بتاعنا. ونشوف فين هو. فين هو الباشا. اتراس من تحت. هيكون بيطلع لفوق. طلع يال فوق. طلع ليلة فوق. بصوا بقى يا شباب. بصوا بصوا الدامج. بصوا الدامج. بصوا الدامج. ونقول بساطة على فكرة. داركولتست من اصل بصاتها ما كنت تعمل لها دوتج بك. اهو. كل حاجة ممكن تعمل لها دوتج بصورة دائرة. بصوا كده. ادي داركولتست. غير كده لما يعمل النسخ بتاعته اللي خفافيش بتروح على النسخة الاصلية. مش محتاجة تكون اسلا بتفكر مين هي النسخة الاصلية. هات برضه كنتروح على النسخة بتاعتهم. ونجلدهم. ونجلدهم. بصوا اهو. نزل لاكتر من تلت في حاجة اي ما تقدرش بعشر دقايق. عشر دقايق اي اي. مكملناش دقاتين يا بيش. مكملناش دقاتين. مكملناش دقاتين. يعني مش فاهم برضو انت كنتعاوز مني ايه بس انت مش تاخد معي حاجة خرفيا اهو. هيطلع النسخة. كل النسخة بص شايفين خفافيش بتعمل ايه? بتضرب في النسخة اصلية بس. مش علاقة بالتاني. تدف النسخة الاصلية بس. او مع السلامة. حتبخشنا يا جدع. في ان تعال بس تعال بس اقول لك. تعال بس اقول لك. بس كده. تعال كل يوم. لك يا شباب الموضوع ما يكملش غير لما نكون منجرب على الافنتات. لان برضو اعتقد ان السلح ده هيكون ممتاز في الافنتات. بس مختص ده. يعني اي ارمور ما اعتقدش انه يديك نفس الفعلية بتاعت السلح ده. حرفيا بياكلهم. حرفيا بياكلهم. مش بياخدوا معا حاجة يا شباب. اهو. ممكن بس توقف هنا وتنشن. وهما هيكون بيتولى الامر. او ادي اول بص ما كملناش. ادي اول بص. طبعا نشوف ممكن يعمل في ده. ايه الميني بص ده? طاقيبات ده مكامل ميني بص ده. عشان بس انا بعارف. ده واحد وعشرين الف. ها? دمك حضرتك كده من الاول كاخر واحد وعشرين الف. في متر خفافيش اللي هل تكون بتجليدك دلوقتي اكتر من دمك ده بمراحل. واحد تاني اهو واحد تاني اهو بصوا اهو 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 سلاح افضل منه في نفس مرحلة. يعني بعد بلانتير بيديك اي تاحة اسلاحة كتيرة ممكن تكون بتجربة بس ما اعتقدش ان ممكن يكون فيه سلاح بيتفوق على السلاح ده. مش عارف اقول لكم ايه تاني شباب لكن شكرا ان ده ممكن في حالة على النهاردة. اتمنى فعلا يكون فيديو ده عجبكم. تكونوا عرفت اولا ازاي ممكن ان تجيبوا السلاح ده. ايه افضل وحتى ازاي تجلدوا ببصات كلها بي. عاوز بقى اعرف بينكم حقيقة. حد فيكو قربي يغلب بمون لورد بسلاح ده ولا لا. وبكي اشترك ما يكون في فيديو اعجابكم واتنشوك فيديو جاي. يلا باي باي ما تنساش تسوس ما تنساش تدوس لايك وتشوفك انا. اشتركوا في القناة